مرحب بكم أحباب الكرام صباحكم صباح وخير صباحكم صباح ونور صباحكم صباح وتفاؤل ونور ورضا من الرحمن بسم الله نبدأ أولى حلقات برنامجكم مع الشريف برنامجنا برنامج ديني طبي اجتماعي حنتناول فيه كل شيء يخص الرؤى والأحلام وحنزيل كل المعتقدات الخاطئة اللي بتيجي في المنام وحنسبت الحقائق اللي حنستدل عليها من الكتاب والسنة وحنتناول برضو في البرنامج بتاعنا بعض مفاهيم الزيوت العطرية والأعشاب ومجال الطب البديل والتكميلي وقبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا إن شاء الله بإذن الله بحب أشكر شركة A.H.Media للإنتاج الفني والتسويق الرقمي والدكتور برضو علي حمدي إنه برضو سهل لنا اللقاء ده واللقاءات اللي جاية بإذن الله إن شاء الله وإن إحنا نكون مستمرين مع بعض ونستفاد أكتر وإن هو يعني طلع يعني أبزل مجهود كبير جدا لإنتاج يعني الحلقات دي ومساعدتنا إن إحنا نكون مع حضرتكم وأرجو من الله عز وجل إن يكون اللقاء بتاعنا مفيد جدا لنا وليكم بإذن الله إن شاء الله بسم الله نبدأ يوسف أيها الصديق أفتنى يوسف أيها الصديق أفتنى طبعا إحنا عارفين موضوع الرؤى والأحلام يعني كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم الرؤية فليقصها على عالم أو على ناصح أو على من يحب إذن إن الرؤية هنا فتوى يوسف أيها الصديق أفتنى فإذن إن الرؤية بتحمل بشارة ونزارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت النبوة وما بقي إلا المبشرات قيل وما هي رسول الله قال الرؤية الصالحة يراه الرجل أو ترى له ولهم البشرى أيضا في الحياة الدنيا والآخرة ففي الحياة الدنيا هي الرؤية الصالحة الذي يراها العبد أو ترى له يبقى هنا لما نتكلم عن الرؤية الرؤية دي بالنسبة لأي شخص بتكون له إشارة في حياته وفي طريقه بتبشره بشيء هيحصل معاه أو بتنزره من شيء هيحصل معاه نستدل من القرآن الكريم طبعا وأبلغ استدلال هو من صورة سيدنا يوسف حينما رأى يوسف عليه السلام رؤيته وقصها على أبيه قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبه والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بنيا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد طب إيه اللي عرف سيدنا يعقوب اللي هو أبو سيدنا يوسف أنه إخواته حيكيدوا لي لأنه يعني سيدنا يوسف قبل كده رأى رؤية لإخواته كما جاء في تفسير ابن كسير أنه هو قال رأيته قديبا يعني حتت مثلا خشباء أو حاجة صغيرة كده وضعته بين عصيكم وهو كان بيقص الرؤية لإخواته فإذا بها كبرت وبلغت عنان السماء وسقطت عصيكم فقال له أحد إخوته قد يوشكوا على ابن راحيل أن يسودنا أنه هو يبقى سيد علينا أو يبقى أنه هو سيد القوم أو العيلة بتاعتنا فهنا شعر سيدنا يعقوب من الرؤية وأن سيدنا يوسف يعني هو اللي حيأتي في المكان بعدي وهيبلغ بكانة النبوة فلذلك خشيا يعني على ابنه أن إخواته يعني يدبرون المكائد قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فلذلك أن سيدنا يعقوب رغم حذر سيدنا يوسف عليه السلام أنه هو ما يقصش رؤيته على إخواته وياخد حذره أنه عشان ما حدش من إخواته يدبر له لأنه هو برضو أب وخايف على أبناءه وخايف على ولده فلذلك يعني لازم الرؤية للشخص يعني اللي يشوفها بالضبط أن هي فتوى يعني كمان مش أي حد يفصر رؤية لأن في بعض الناس يعني زي ما قال سيدنا رسول الله في أول حلقة زي ما قلنا من رأى منكم رؤية فليقصها على عالم أو على ناصح أو على من يحب العالم اللي هو عنديه ملكة الكتاب والسنة أنه هيقدر يفسر بالقرآن ويفصر بالحديث تمام لداء العالم إنما الناصح اللي هو اللي عنديه علم الفراسة يعني اللي هو يعني عنديه ملكات تفسير الرؤى والأحلام مش شرط بالكتاب والسنة بس بالفراسة بالرموز اللي هو بنقول عليه بيفك شفارات ورموز الرؤية تمام وعلى من يحب طيب أنت لما بتقص رؤية على اللي أنت بتحبه لو هو ما عندهوش ملكة التفسير لو هو ما عندهوش ملكة التفسير هيدعو يعني هيستبشر بالرؤية حتى لو يعني في شر هيجي من وراء الرؤية هيدعو لك فالدعاء والقدر حينما يهبط القدر كما قال سيدنا رسول الله ويصعد الدعاء فيتشابك ويتصارع إلى يوم القيامة فلا يهبط القدر على الأرض ولا يصعد الدعاء السماء ويظل هكذا إلى يوم القيامة يعني أنا قصيت الرؤية ملئتش مثلا عالم أو ملئتش واحد متخصص يفسر للرؤية بتاعتي فقصتها على واحد بحبه فدعال فالدعوة دي لو هناك شر من يعني من وراء الرؤية دي الشر ده هيمنع بدعاء اللي انت بتحبه اللي هو دعالك ساعة ما انت قصت له الرؤية ليه؟ لأن انت لو قصيت الرؤية على واحد ناقم عليك أو حاسد عليك يعني كل ذي نعمة محسود كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي نعمة محسود فممكن يحقد عليك في النعمة دي شفت ان انت مثلا رؤية بتدلل ان فيه اموال جايالك ان انت فيه وظيفة جديدة ان انت فيه شيء جديد مقبل عليه فيه زواج مقبل عليه فممكن ينقم عليك أو يحسد عليك أو ممكن لدرجة ان فيه ناس ممكن تدعو عليك فلذلك سيدنا رسول الله حذر من التحدث للرؤية لأي شخص من رأى منكم رؤية فليقصها على عالم أو على ناصحة أو على من يحب طيب دلوقتي احنا تكلمنا عن مفهوم الرؤية طب ايه هي انواع الرؤية فصلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أقسام ايه هم الثلاث أقسام دي؟ رؤية من الله وحلم من الشيطان ورؤية يحدث بها الانسان نفس رؤية من الله اللي هو اتفق عليها الامام محمد بن سيرين هو الامام ابن قتيبية ان هي تختص بالاولياء والصالحين والانبياء يعني الانبياء والصالحين والاولياء هم دول اللي بيكون يعني الرؤية بتاعتهم صادقة زي سيدنا ابراهيم لما رأى رؤية اللي سيدنا اسماعيل ابنه وهو بيزبحه قال يا ابني اني ارى في المنام اني ازبحك فانزو ما زاطر قال يا ابا تفعل ما تمر سيدني ان شاء الله من الصابرين فاذا فاذا ان هناك رسالة طب احنا نستفيد ايه من من الرؤية سيدنا ابراهيم ان الرؤية دي وحي من الله عز وجل للانبياء يعني زي ما قال برضو في حديث لسيدنا رسول الله جزء وتسعون من النبوة وفي رواية اربعا وستون من النبوة يعني دي جزء من النبوة الرؤية والوحي ده ده وحي من الله عز وجل واول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللبوة من الوحي الرؤية الصالحة كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يعني اذا هي وحي وهذا هي اشارة واذا هي امر من الله عز وجل فاذا هي اللي بيتمتع بالجزء الاول او النوع الاول من الرؤية اللي هو رؤية من الله تمام ابن كثير قال ان في ملك اسمه صد يقول ملك تشكيل الرؤى والاحلام هو بيشكل الرؤية على حسب طاعة العبد مع الله عز وجل لو العبد صالح بيشوف الرؤية واضح يعني فيه بعض الناس بيشوف الرؤية بالليل وتاني يوم الصبح بتتحقق معاه انه هو نزل وشفه لانه وقابله ومش عارف ايه ومشي في الطريق ده كأنه بالتفصيل بالضبط فالعبد ده اللي بيشوف الرؤية وفي كتير من نينا من الناس دي يعني اللي بيشوف برضو رؤيات الصادقة دي احنا بدي بنسميها رؤية صادقة ومعانا اتصال استاذ ذهاب من اسوال شرف حضرتك صباح خير يا سيد محمد علو علو صباح خير يا سيد محمد صباح النور صباح النور استاذ ذهاب الله يا عز كارب تفضل والله حضرتك والله كان عندي حلم ورؤية مش عارف بالضبط هو ايه نعم كنت بعد صباح الفجر كده يعني بعد ساعة خمسة صباحا علمت ان انا كنت شفت جنازة كبيرة خالص 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 نعم اه وبصت زحام زحام شديد بصت على اول الجنازة لجيد الناعش اخضر ومكتوب عليه لا لا هلا الله محمد رسول الله نعم واجب بسعل جنازة دي جنازة كبيرة رخمة جنازة مين رد علي واحد جنبي بجنازة ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم واحد قويل وضخم وابيض ولحية جبيرة نعم بصول طب مين انت اللي عن عمر ابن الخطاب نعم بسم الله ماشاء نعم بيش خمس ديجاج بالضبط نعم ولجيت نفسي صحيط كده مبسوط وفرحان لجيت نفسك؟ نعم لجيت نفسك مبسوط وفرحان؟ اه صحيط اه صحيط نفسي مبسوط اه ومن ساعتها ما حكيتش احمد لها حد خالص نعم وحضرتك ممكن تفعين هنا نعم رؤية الجنازة نعم رؤية الجنازة في المنام الجنازة دي بتدلل انت معاها سيد زهاب؟ اه كاف محمد اه رؤية الجنازة دي في المنام وانه هي جنازة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تمام الفترة دي انت كنت مقصر شوية في العبادة تمام وكنت يعني في بعض المشاكل معاك لان الجنازة دي بتدلل على الموت انتهاء شيء معين فهمني ازاي معاك في الحياة او عدة مشاكل في الحياة دي الجنازة او الموت ولما يكون فيها رمز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في حياة كانت فيها التعب معاك وكانت فيها مشقة وبالذات برضو كان فيها جزء تقصير في العبادة تمام ان الموضوع ده انتهى وانت هتبتدي حياة جديدة لان الموت في الرؤية ده بيدلل على حياة جديدة تمام ورؤية سيدنا عمر ابن الخطاب انت كان في مشكلة في وقت الرؤية يا اما قبلها كان في مشكلة معاك مع يعني حد من العائلة او من الاشخاص اللي هم الاقارب ليك في موضوع ورس او موضوع يعني في حقوق مواريس او في حقوق مادية هل ده صحيح؟ اه تمام اه فكان في عندك مشكلة اه في مواريس او في بعض الحقوق المادية مع الاقارب ليك بس رؤيتك لسيدنا عمر ابن الخطاب فده بيدلل على ان انت كنت على حق والحق ده يعني رؤية سيدنا عمر ابن الخطاب ده بيدلل على الحق مع صاحب الرؤية وانه هو بعد الرؤية دي حيحصل على كل ما يريد او كل شيء كان ليه حق فيه هيحصل عليه من العائلة او من الشخص او الطرف اللي كان معه المشكلة اه وهنا طبعا انتهينا من تأويل الرؤية وطبعا نرجع تاني الى انواع الرؤية اللي كنا بنتكلم عنها فكنا بنتكلم عن الرؤية من الله تمام اللي هي بيتميز بيها انبياء الله عز وجل ورسل الله وعباد الله اللي هم الصالحين فالليصل لهذه المرتبة لازم يكون عبد رباني ايه مانا عبد رباني عبد ذاكر لله عبد يكون في صلة مع ربنا ملتزم بالصلاة ملتزم بالصدقات ملتزم بالقرب لله عز وجل في الاعمال الصالحة فاللي يرى الرؤية دي اللي هي الرؤية الصادقة اللي يشوفها بالليل وتتحقق مع الصبح تاني من الصبح فده يعرف نفسه انه هو عبد صالح فدي رؤية من الله الحلم من الشيطان الحلم من الشيطان اللي هو بنقول عليه الكبوس تمام والكبوس ده بين قسم الى قسمين يعني يشوف ما يخوفه يعني الشيطان يعني يخلي الانسان يرى ما يخوفه من هذا الامر او من حياته وفي نوع تاني بنسميه الجسوم في الرؤية والجسوم ده شيء بيأتي الى الانسان ما قبل الفجر وما بعد الفجر بحيس انه هو يعطله عن صلاة الفجر ودايما ده المعاد بتاع الجسوم اللي بيجي فيه بتحس ان انت نايم مش قادر تتحرك تماماً اعاوز تنده على حد مش قادر يعني مش قادر صوتك مش طالع فده اسمه جسوم فده الحلم من الشيطان تمام ده النوع التاني نعم اه 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 ايا من سهاج تفضلي اه مرسل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح خير يا سيد محمد صباح النور اه اجيه اتفضلي حضرتك انا احلمت حلمة كده ابن الفجر بسوية نعم ممكن نعلي الصوت شوية ولا حضرتك احلمت حلمة كده ابن الفجر بسوية اتفضلي احلمت نفس ان انا في مكان واسح كده عينو موقيف خاص يعني نعم اه خايفة جدا ففتة يا الرسول يعني ده صفة كده على حسان لدي صفية خاصة بقوله ابن الفجر انت конت في مكان واسع وشفتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب حصان ها انت في خيصات وفي مكان ده تمام اتفضلي expensive sen قد lookin ده والصفية تفضلك كده على حصان بيقوللي ابن الفجر انا رسول صلى الله عليه وسلم نعم ومعي ومعي جبريل متخALI ده ومعي شديدنا جبريل متخلي ده ومعي شديدنا جبريل متخلي ده ومعاك سيدنا جبريل حليد تمام نعم انتهت الرؤية على كده نعم انتهت الرؤية على كده نعم انتهتها طيب تفضلي اسمعنا من التلفزيون الأخت آية رأت أن هي في مكان واسع وان هي رأت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب على حصان فالمكان الواسع في الرؤية داب يدلل على سعة في الرسق و سعة في الحياة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي يعني رؤية سيدنا رسول الله حق وبعض العلماء قالوا أن من رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا يراه في الآخر دي بشرة لهم البشرة في الحياة الدنيا و في الآخر يعني هنا لها الأخت آية بشرة في الدنيا أن هي رأت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعني حطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخر دي يعني أول بشرة لها ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع علماء التفسير الإمام محمد بن سرين وابن قتيبية وابن حجر أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيت جميع حوائجه يعني لو كان عندك أمر متوقف في وظيفة الأمر دنقضى عندك فقر أغناه الله عز وجل من كان شابا تزوج من كان لديه كرب رفعه الله عنه من كان في غم رفعه الله عنه من كان في مرض شفاه الله عز وجل يبقى هنا رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كل شيء تمام ولكن رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بسم الله ما شاء الله يعني الحلقة يعني فيها يعني ابتدناها يعني برؤية ذكر فيها رؤيات ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحمد لله فرؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب على الخيل فطبعا سيدنا رسول الله قال الخيل هو الخير تمام فالخير يعني فداخير إن شاء الله بإذن الله للأخت آية في الدنيا فهي بتتمنى أنه يتزوجها يعني رجل صالح هي يتبين من رؤية أن الأخت آية عزباء تمام فالرؤية بتدلل أن هي حتتزوج شاب ملتزم دينيا وخلقيا لركوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخيل تمام وفيها يعني الرؤية دي لها قضاء حوائج كتير بالنسبة للأخت آية إن شاء الله بإذن الله فدي بقولها يعني أبشري إن شاء الله بإذن الله بشاب ملتزم دينيا وفي إن شاء الله بإذن الله الوسع ده اللي انتو شفتيه ده حيكون وسع ليك في الدنيا إن شاء الله بإذن الله نرجع لأنواع الرؤية اللي كنا بنتكلم عنها طبعا إحنا خلصنا الجزء التاني أو القسم التاني من اللي هو الحلم من الشيطان اللي هو من حديث سيدنا رسول الله رؤية من الله وحلمه من الشيطان ورؤية يحدث بها الإنسان نفسه تمام إيه هو حديث النفس؟ حديث النفس أن الشخص بيشتغل طول اليوم أو بيتعامل مع الناس فبيروح ينام أو فيه أمر شغله فبيشوفه بكل تفاصيله وأموره وهو نايم يعني دي لأن فيه فرق بين عشان نخلي بالنا برضو فيه فرق بين الرؤية وفيه فرق بين الحلم الرؤية حاجة اللي هي تفسر وتعبر وتؤول وفيه فرق تمام بين الحلم الحلم لا يفسر تمام اللي هو قولنا عليه بيكون من الشيطان إن شيء الشيطان بيجي خليك تشوفه عشان يحزنك تمام؟ وفيه نوع تاني في نفس القسم ده اللي هو الجسوم تمام؟ ورؤية من الله عز وجل فحديث النفس اللي هو الشيء اللي انت بتشوفه تمام؟ في نفس اليوم بتاعك لما بتروح تنام أو موضوع شغلك في الشغل أو في العمل أو في حياتك أو معلتك وبتشوفه بالضبط ده لا يفسر ولا يعبر طيب إحنا هنا تكلمنا عن أنواع الرؤية نيجي بقى نتكلم عن موضوع تاني وهو الشخص اللي بيفصر أو لأحقية تفسير الرؤى والأحلام طبعا ما ينفعش أي حد ما احترامي لجميع إخواني المفسرين والمعبرين ما ينفعش أي حد يفسر الرؤى والأحلام الرؤية فتوة اللي قولي يا عز وجل يوسف وأيها الصديق أفتنى فهي إذن هي فتوة طبعا حذر كمان تحذير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم رؤية فليقصها على عالم أو على ناصح أو على من يحب تمام إذن هنا في تحذير للرؤية تمام فهناك فرق بين المفسر عشان ناخد بالنا المفسر والمعبر والمؤول تمام يبقى تاني في فرق بين المفسر والمعبر والمؤول المفسر اللي هو بيفك شفارات ورموز الرؤية اللي مثلا هنقول عليها خدها باجتهاد تمام اللي هو المعبر اللي هو مثلا ممكن يكون صديق ليك من شكل الرؤية يعرف أن هي خير مثلا يقول لك خير والمؤول المؤول هو الأساس وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث تمام التأويل هنا كما قال الإمام محمد بن سرين أن التأويل المؤول لازم يكون نور من الله عز وجل وضع الله عز وجل في قلب العب واشترط هنا شرط إيه هو الشرط ده أن المؤول أو المفسر أو المعبر أو العالم بتفسره أو الأحلام لازم يكون إما رأى سيدنا يوسف في المنام مؤزن له تمام بتفسره أو الأحلام وإما أن يكون رأى أحد العلماء المفسرين لهذا العلم أنه هو أزن لي أو أنه كان هو ذا الشخص نفسه فيحق لي تفسير هذه الرؤية أو رؤى الناس لأن الرؤية فتوى لأن سيدنا رسول الله قال من كذب في الرؤية قل ده بشعرة من نار يوم القيام يعني ده تحزير برضو من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكذب في الرؤية أو الخطأ في الرؤية فهنا لازم طبعا حنتطفق أن المفسر أو المعبر لازم يكون رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزن لي بكده أو سيدنا يوسف عليه السلام أنه هو بيسقيه اللبن أو أنه يعني كاني مثلا أنا كمحمد الشريف شفت أن أنا سيدنا يوسف وأنا يعني بشرب اللبن من الملك فمن بعدها وكنت على الإطلاق ما كانش لي إطلاقا يعني اتجاه لهذا العلم نهائي كنت ساعتها في الكلية فابتديت بعدها أشوف الرؤيات وتتحقق أو يجيني مثلا استنباط ليها وحادث نفسي فتتحقق فعلمت من بعدها أنه فيه يعني فيه اتجاه لموضوع تفسره أو الأحلام ابتدى الموضوع أنه فيه مثلا حد ممكن يحكي الرؤية بتاعته قدامي فباشوفها قدامي بتتفكي الشفارات والرموز بتاعتها وممكن تكون رسالة تمام الرسالة دي لما بتفسر رؤية الحد وتتحقق على أرض الواقع فأنت هنا في الاتجاه الصحيح ليه لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرؤية معلقة في قدم طار إذا فسرت وقعت حدثت تمام فلذلك أنه لازم يكون التفسير بنور رباني أنه هو الشخص يرى أو يسمع الرؤية اللي هو المفسر إحنا بنتكلم دلوقتي في شروط المفسر أو في شروط المعبر تمام؟ أنه لازم يكون على التزام بالطاعة الله عز وجل يكون ملتزم بالنام يكون ملتزم بالصلاة والعبادة ويكون عبد رباني ده شيء تاني حاجة لازم يكون رأى رؤية بذلك غير أنه مجتهد معنا اتصال أستاذ عماد عماد من الأسر أنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح خير أطر وصباح النور والله حضرتك اللي بتعسيرك الحية بعد إذنك اتفضل أنا دي كذلك حية ممكن تهيني أنا معرفة ذكات رؤية أو أحلام نعم لا هو أستاذ عماد اللي بيحكم على الرؤية والحلم اللي هو المفسر أو المعبر من صاحب الرؤية تماما فانتم فالرؤية اللي أنا عايزة أحضارك عليها أو موضوع نفسه نعم شفته مرة واحدة بس تفضل الدعارة كده عندنا في الصعيد بيكون فيه زي جاعدات أو مجالس مثلا يعني آه فأنا بكون جاعد وسط مجموعة من الناس تمام وبتكلم أو بسمع للشيخ جاعد قدامي على اللي هو دكة عالية أو كنبة عالية نعم فبيقول لدعها لأبع الجنبي نعم بس بتحرك بأبع جنبه وبسحم النوم تمام انت بتشوف ان انت واحد شخص كبير شيخ أو رجل كبير يعني هو هل الشيخ ده يعني الشيخ كسنن ولا كشيخ يعني مثلا زي إمام أو داعية لا إمام أو داعية أو مثلا وارج تمام آه والشخص ده انت بتيجي تقرب منه أو تيجي تقعد جنبه والرؤية تنتهي على كده مثلا آه آه تمام ماشي اسمعني أستاذ عمان ماشي اسمعني أتفضل طبعا الرؤية دي انه هو زي ما بيكون في الصعيد في حاجة بنقول عليها اسمها المنظرة أو المضيفة آه دي بتجمع الناس كلها في المكان ده تمام فوجود الأستاذ عمان في المضيفة دي أو المنظرة هو بيجمع بيجمع شمل عيلة أو بعض الأصدقاء أو بعض الأقارب في المكان ده ولكن الشيخ اللي هو الداعية اللي هو لما بيجي يقرب جنبه مثلا أو احنا بنسمي مثلا ايه على الأريكة أو على الدكة هنقول مثلا على الأرائك متكئون فالموضوع محتاج منك يا أستاذ عمان ان انت يعني توصل الموضوع بشكل ديني شوية يعني ايه بشكل ديني شوية يعني انت لما بتروح للراجل الداعية ده تعود معاه الرؤية بتنتهي أو بتخلص انت ما بتلحقش لو قعدت معاه يبقى الموضوع خلاص فيه راحة فيه اتمام للأمور فانت الرؤية بتنتهي فانت محتاج حد معاك يكون زي داعية يكلمهم بالدين لأن انت يعني صوتك يعني أو حديثك معاهم يعني مش مقنع أو مثلا ما بيوصلش مثلا بإقناع فانا انت ممكن تبحث مثلا عن شخص مثلا متدين مثلا امام المسجد عندك أو مثلا حد صديق ليك ممكن يتكلم مثلا معاهم بطريقة دينية اكتر عشان يقنحهم فده تفسير رؤية وان شاء الله بإذن الله خير وبعد الرؤية دي هنتكلم عن شروط المعبر ونكملها فمن شروط المعبر قلنا انه لازم يكون انسان صالح لازم يكون منتزم بالصلاة لازم يكون عندي ملكة تفسير رؤى والأحلام أو التأويل للرؤى والأحلام فاحنا اتفقنا ان التفسير والتعبير ده اكتهاد والمؤول ده اذن من الله عز وجل لهذا المفسر انه المؤول انه هو يفسر الرؤى او يؤول الرؤى لان دي امانة من الله عز وجل ورسالة من الله عز وجل وان شاء الله بإذن الله بعد الفاصل حنتناول برضو شروط زي ما عرفنا الرؤية والحلم وحديث النفس وشروط المؤول او المفسر او المعبر حنتناول ان شاء الله بإذن الله بعد الفاصل شروط الرؤية الصادقة والصالحة بإذن الله مرحب بكم احباب الكرام طبعا اتكلمنا قبل الفاصل عن الرؤى والأحلام وانواع الرؤية وشروط المفسر او المعبر او المؤول فدلوقتي ان شاء الله بإذن الله حنتكلم عن شروط الرؤية شروط الرؤية اللي هي ممكن يعني نقول او نفسرها ونقول عليها رؤية ان هي تكون واضحة الرموز والمعالم ولا يسقط رمز من رموز الرؤية يعني لازم اللي هيقص الرؤية يهتم بتفاصيل الرؤية اكتر ليه؟ لان نقص رمز واحد في الرؤية بيقلب الرؤية او تأويل الرؤية رأسا على عقل طيب ازاي نقص رمز من رموز الرؤية بيقلب التأويل يعني هندي مثلا مثال كأن شخص مثلا في ماشي بسيارة والسيارة عامة في الرؤية بتدلل على مسيرة الحياة وجاءت سيارتهم فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وقال يا بشرة فالسيارة رمزها دايما بشكل عام مسيرة الحياة ورمز يعني بيدلل على يعني مسيرة الحياة بالنسبة للشخص صاحب الرؤية فالأه يعني مثلا ممكن ينسى رمز مثلا او تفصيل لون السيارة يعني السيارة دي انه هو ماشي في الطريق طبعا الوان ليها تأويل برضو في الرؤية يعني زي ما قال الامام محمد بن سيرين اللون الأبيض والأسود هو اللون العظماء وأكابر القوم يعني لو شخص شاف نفسه راكب سيارة بيضة وماشي بيها في الطريق او سيارة لونها اسود وماشي فيها بالطريق بسرعة فده بيدلل ان الحياة القادمة لي في انتقالة ان شاء الله بإذن الله لي جديدة تمام يبقى هنا ده رمز طبعا وبرضو في رموز للرؤية الأعداد الأعداد برضو لها تأويل يعني ممكن العدد في الرؤية العدد في الرؤية ممكن يدي مثلا قضاء حاجة للشخص بعد ثلاث أيام ممكن بعد أسبوع ممكن بعد شهر ممكن بعد سنة يعني العدد ممكن يدي وقت والعدد ممكن يدي كمية مثلا رزق أو مال جاي للشخص ده فالرؤية لازم نهتم برموزها يعني ما تنقص شيء خالص يعني ما يسقطش منك شيء فرمز من رموز الرؤية ليه لأنه ممكن تكون فيه تفصيلة مهمة جدا يعني من بشارة أو نظارة في الرؤية وأصدق أوقات الرؤية بالأصحار أو قبل آزان الفجر وأصدقها وأقوى أيضا تمام اللي هو أنت بتصحى عليها في أدان الفجر فدي الرؤية بتكون صادقة لا محالة تمام والإمام بن القطيبية الأصدق يعني ده رأيه الأصدق الرؤية بالنهار يعني لازم تكون الرؤية مثلا بتاعتك الصادقة بتكون في الأوقات دي فيه وبرضو أوقات الغروب وأوقات الشروق فالرؤية برضو بتكون صادقة فيها فده عن معالم وتفاصيل الرؤية فدي شروط الرؤية اللي هي تفسر وتأول طبعا ده بجانب أنه هو لابد أن المفسر يكون يعني متمكن وعندي ملكة التأويل أو التفسير أو التعبير بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه لأن لما تدعم الرؤية باستدلال من كتاب الله أو سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بيخلي الرؤية تقع يعني يعني قريبة للخير يعني بالنسبة لو شخص فصر لك رؤية وهو ما عندهوش ملكة أو ما عندهوش علم وفصرها لك بالشر والعياذ بالله يقع الشر والعياذ بالله مقارب لما فصره ولكن إن دعا لك فزي ما قلنا من حديث سيدنا رسول الله يصعد الدعاء إلى السماء ويهبط القدر على الأرض فلا يصعد الدعاء ولا يهبط القدر فيتصارع وتشابكة إلى يوم القيام وإن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل حنتكلم عن الزيوت العطرية والأعشاب إن شاء الله بإذن الله ألقاكم بعد الفاصل بكم تاني حبيب الكرام رجعنا مع بعض بس الفقرة دي إن شاء الله بإذن الله حنتكلم فيها عن الأعشاب والزيوت العطرية وموضوع الطب البديل والتكميلي قال له هو برضو يعني شاغل الناس اللي من دول وفيه منفعة كبيرة للناس لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن أمر إلا وكان فيه منفعة للناس فبيقول سيدنا رسول الله إيه؟ بيقول شفاء أمتي في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأكره الكي أو في رواية إني لا أحب الكي إذن أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه على الأمر ده لأن الحجامة تمام هي شفط السموم والأخلاط والخلايا الهارمة من تحت طبقة الجلد تمام فلذلك الحجامة بتسمى طب تكميلي يعني شيء يعني تكميلي بالنسبة للطب بتاعنا لما يقول برضو سيدنا رسول الله شربته أو شربته من عسل يعني العسل يعني يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه اللي هو عسل النحل تمام فيه فيتامين وفيه فيتامينات كتيرة وفيه صعرات كويسة جدا ومضادة حيوي طبيعي كويس جدا فالأعشاب والزيوت العطرية وبرضو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الحبة السوداء قال هي شفاء من كل داء إلا السام يعني إلا الموت السام اللي هو استزرفت معنا باشا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا سمعت يا فضل الشيخ أريد أن نقول لك على رأي يعني الواحد دايما وأبدا هو نحس نفسي نبعد نبكي على عندي والدي متوفي على مضاعق نعم اتوفي في رمضان وكل يعني شوية تدعوى ويكون لاجي نفسي جاعد نبكي و انت بترى الوالد في الرؤية أنه هو بيبكي أنا بنبكي لا انت بتبكي عليها تمام انت بتبكي على الوالد الوالدة انت حضرتك بتبكي على الوالدة أيها تمام دي الرؤية دي بتتكرر معاك على دولة أه ولاجي دموع سيد عناية وكل شيء كان يبكي حابب ياه وتشوف نفسك إيه فيه دموع ونازع من حيوني وكل شيء بعد ما تصحم بعد ما تصحم وتقوم من النوم من الرؤية تلاقي فيه دموع اي انت الوالدة انت كنت مقرب لها جداً وكنت بتهتمي بها جداً لما كانت على قيد الحال نعم نعم على الآخر وهي كانت مهتمية بك مدياك نفس الاهتمام بالزبط نفس الطريقة تمام فبكاءك في الرؤية دي انت في بعض ال بعد وفاة الوالدة حصل معاك يعني بعض الأمور مادياً ما بقتش كويس لأن هي كانت بتساعدك في الأمور دي صحيح يعني اه اه فكانت بتسندك في الحياة يعني حتى في أمور شغلك في بيتك مع أولادك نعم نعم كثيراً اه فده يتضح من رؤية الكلام ده صحيح ايو كانت ايو كانت معايا دائماً نحن عرب أخوات كانت عايشة معايا تمام فبكاءك في الرؤية ده بيدلل على فرق ان شاء الله بإذن الله تمام ده أول شيء لأن البكاء في الرؤية ده بيدلل على فرق نعم وان انت بتقوم متأسر بالرؤية بعد ما بتشوفها في المنام ده بيدلل على حبك لولدتك نعم وبيدلل على وصول صدقة ليها لأن انت كثير الصدقات للوالدة عليها رحمة الله صحيح؟ نعم نعم فده بيدلل ان هي الرؤية دي بتطمنك تمام ان الوالدة يعني بتوصل لها صدقة وهي حالياً بتشعر بك لأن الأرواح كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود مجندة ما تآلف منها اختلف وما تنافر منها اختلف فحينما يرى يعني دي برضو رسالة تكلموا في المفسرين حينما يرى الشخص المتوفى في الرؤية تمام يكون بروحه بجواره يعني اليوم اللي انت بتشوف في الوالدة الوالدة بتكون حسة بيك وعرفة بيك يعني ان انت اي ظروفك او ايه الحالة اللي انت فيها زي ما انت بتحزن هي بتحزن زي ما انت بتزعل هي بتزعل فهمني زي وهي منعمة في قبرها بإذن الله ومشيئة الله ان شاء الله فدي بشرة بسم الله ما شاء الله ابشر الله يباريك شكرا 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 وطبعا نرجع أحباب الكرام لموضوع الزيوت والأعشاب طبعا كنا بنتكلم عن الحب السوداء اللي هو العنها سيدنا رسول الله هي داء هي شفاء من كل داء الا السامة فهي شفاء لكل داء طيب حنيجي مثلا على الصعيد العلمي اه اه فيها اه طبعا هي مقوعة لجهاز المناعة في الجسم تمام اه فيها الكالسيوم فيها اليود فيها اه اه الامجاسري فيها يعني الزيوت نفسه بتاع الحب السوداء جميل جدا يعني يعني لجهاز المناعة ومقوة لجهاز المناعة برضه زيت الحب السوداء او الحب السوداء نفسها طيب اه وايضا اه اه من الاعشاب مصلا اللي حنتكلم عليها برضه اللي هو مثلا اه 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 طبعاً بيكون عنديهم ألام في المفاصل تمام؟ أو الروماتيزم أو يعني المفاصل عامة أو الجسم عامة فممكن زيت الجنزبيل جميل جداً للمفاصل زيت الجنزبيل يعني مرتب جداً للجلد تمام؟ وسريع الانتصاص بالنسبة للجلد ويعني بيوصل للمفصل بيدي له مرونة أو بيدي له زي تسكين وبرضو معاه لو مثلاً زيت النعناع زيت النعناع مهدئ عصبي جميل جداً جداً وبرضو بالنسبة للبرد لنزلات البرد جميل جداً زيت النعناع يعني زيت النعناع لو حبيت مثلاً عندك مثلاً دور برد وعاوز تخفي منه بسرعة ممكن تدهن جسمك بزيت النعناع يعني جميل جداً ومفيد جداً برضو يعني للمفاصل مسكن عام برضو للمفاصل لو فيه ألام في المفاصل أو فيه ألام في العظام مسكن برضو جميل جداً جداً فعندينا يعني حاجات يعني أدوية طبية بديلة جداً ممكن تلاقيها في البيت موجودة عندك زي مثلاً الجنزبيل مقوي عام ومطهر للحنجرة وبرضو لنزلات البرد يعني فيه أعشاب عندنا في البيت إحنا يعني ما بنتجهش لها أو بننساها مثلاً هتيجي مثلاً في التخسيس عندنا مثلاً الشاي الأخضر لو مثلاً بدلنا الشاي اللي بنشربه الصبح ده بشاي أخضر حيعمل يعني حيقلل نسبة الكوليسترول في الجسم تمام وحيا برضو الجسم برضو الخلايا المشكلة كلها هنا أن إحنا الخلايا ما بندهاش اللي هي محتاجة يعني إزاي مش بنديها اللي إحنا محتاجة متعودين على سلبيات كتير في حياتنا في الأكل والشرب وطريقة الأكل بتاعنا وطريقة الشرب بتاعنا يعني سيدنا رسول الله مثلاً نبه أن أنت ما تشربش الماء وانت قائم عشان ما ينزلش على المعدة مباشرة لازم تشرب الماء وانت جالس فده برضو يعني من الطب النبوي اللي نصح به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه برضو سيدنا رسول الله حديث لي برضو ما نصطبح على سبع تمرات لا يضره سحر ولا سام يعني أن أنت مثلاً تقوم الصبح تصطبح على سبع تمرات فالسبع تمرات دول بيدوك قوة بيدوك السكر اللي أنت محتاجه بيدوك المناعة اللي أنت عاوزها بيدوك بيقوه الهالة الروحية اللي هي يعني حواليك اللي هو فيه بعض الناس اللي هي بتشتكي من المس والسحر والأمور دي أنت ممكن تقوي الجسم بالأمور دي بتاعتنا أو الأمور اللي نوح لها سيدنا رسول الله والأعشاب وأنا كان نفس الوقت يطول معاكم أحباب الكرام إن شاء الله بإذن الله حنلتقي يوم الثلاثة اللي جاي الساعة تسعة الصبح على ما عدنا إن شاء الله ومنتظركم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا